لجنة بث شكاوى عدم الشفافية والفساد بوزارة الرياضة تبدأ فحصاً شاملاً لاتحاد كرة القدم ده الخبر اللي كنت عايز أقول لحضراتكم في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة للقيام بدورها نحو استقرار المنظومة الرياضية من خلال تفعيل دورها في الرقابة والمحاسبة على كافة الهيئات الرياضية والشبابية باشرة اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد عملها نحو فحص أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا السياق قامت اللجنة المشكلة من السادة المستشارين ومن المختصين بوزارة الشباب والرياضة بمباشرة أعمالها نحو فحص العديد من الملفات بالاتحاد المصري لكرة القدم في مقدمتها الملابسات الخاصة بالمكاتبات المتعلقة بعدم التقدم بطلب استضافة المباراة النهائية لبطول الدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت بالمغرب بين الأهلي والوداد ووفقا لما ورد من النادي الأهلي كما تتضمن أعمال اللجنة فحص العديد من الملفات المالية خلال الفترة الحالية والفترات السابقة على مدار تعاقب مجالس الإدارات واللجانة التي كانت مشكلة لإدارة شؤون الاتحاد من كافة الجوانب المالية وحكمل بس النقطة دية وارجع لحضراتكم ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمال الفحص خلال أيام المقبلة على أن يصدر عنها تقريراً تفصيلياً يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها تمهيداً لاتخاذ ما يلزم في ضوء النتائج التي ستتوصل إليها أعمال اللجنة ترجمة نانسي قنقر